مدينة تمسنة هي مشروع ملكي اللي كين دارش في إطار البرنامج الوطني للمدن الجديدة اللي انطلق في 2004 مع مدينة منصورت وفي 2007 المدينة تمسنة البرنامج هذا اللي صارت على التفعيل ديالو شركة مجموعة العمران مع شركاء المؤسساتين واللي اليوم الحمد لله وصلنا لواحد نتيجة جد إيجابية بحيث الحمد لله اليوم لدينا واحدة المدينة التي تتكون من جهيزات ضرورية التي تتوفر السكن للناس جولها وتنظن هذا مثال نجاح لهذه التجربة للمدينة تمسنة ولت محطة اهتمام على الصعيد يعني الشركاء الوطنيين وكذا الدوليين والحمد لله خير دليل على ذلك وهو تدشين لقام به صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أخيراً ديال مدينة المهن والكفاءات اللي اليوم يعني تكونت واحد واحد القطب الجديد في فتام السنة واللي تتجلب واحد الحيوية الإضافية للمدينة من جهات أخرى مغير القطاعات يعني الوطنية هناك كذلك واحد الاهتمام من طرف مؤسسات دولية ومن طرف عدة مؤسسات ممثلة للعمران اللي اليوم تجيب باش تشوف تجربة ديال المغرب في ما يخص المدين الجديدة تنظن خير دليل على ذلك هو اليوم الزيارة ديال البعتة ديال تشاد اللي كيتر أساسي وزير السكنة ديال تشاد واللي جاب مع واحد عدة ديال مسؤولين حكوميين ومسؤولين في هذه القطاع تنظن تتبط بأن تجربة مغربية في ميدان المدين الجديدة هي تجربة ناجحة مع البلدان الإفريقية من أجل التجارب نقدون نبدو التجارب ببينتنا هذا اليوم اعتراف ديال الناس بهذه التجربة المغرب والحمد لله وكاها تشك يعطينا واحد جهد إضافي من أجل النهوض أكثر بهذه المدينة اللي الحمد لله اليوم عرفاته دينامية جديدة بفضل تدخل السلطات وإلى إياد سيد الوالي على رأسهم سيد الوالي اللي اليوم يعني كي حرص شخصيا على التأهيل للمدينة وعلى الإعطاء المدينة وحد الحيوية جديدة وهذا شي يعطينا اليوم واحد جهد إضافي باش نزيدو نعطيو للمدينة واحد دفعة جديدة كذل ارتقاء العمراني والمجالي وهذا شي كلو من أجل تحسين دورو في عيش المواطن دورو دورو أمران ide يмосهد أمر دورو دورو وشكل هدفت وشكل هدفت وشكل مستهدر وشكله يمكنك يمكنكاش يتعاون بحثة فنية على كل مدينة مرة في السنة وشكل هدفت وشكل هدفت اليوم نمواني في 2023 قامتون بحثة وشكل هدف مع بعض المعجموناتين يوجد فيهيئا أيضاً عدد من مواطنة من مدرورة للحصول على المنظمة. ليسوا في مواطنة المنظمة، أيضاً يصنع للمنظمة. أتمنى أنني أعلن أجل السبب التعليقات تقريباً على المنظمة التي قمت بها تحارق. في عامل عامل العامل ومن يشترون مقاومة سيطرون العامل وهو من طريقي أمور لإعادة تستغرر في العامل ويأتمنى أن يكون لدينا الكثير من التعامل ليس كما فقط بسيطرين ليس بس تغيره ليس بس تغيره وفي نحن 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 من افريقية السبب وخريطة ويمنع في التغير ويساعد مصرح ويمنع في كل ما نحن حتى بصنع من نحن مدينة تمسنى بشكل المنبر في استروعيش وقفتح وقفنا في المواجهات الطابق بالمواجهة الارد بالمواجهة الطاق ومن قد لا نفعله لحسب احصلنا ليتوا يستمع الانفد بسالك من المواجهة وتصفنا في المواجهة ليس معها ولكن متنا مادينة تمسنى ما خلالح لحسبا لكارنا نظر جميعها السيارة التي يشاهدونا مدينة تمسنة المساحة هي 840 هكتار فيها جميع تجهزات البنية التحتية الأساسية من الصرف الصحي من طرقات من إنارة من الماء الصالح للشوب من الهاتف إذن جميع تجهزات الأساسية موجودة وكأزايد ذلك هناك إنستاصن ديبقاسيون الموجودة في مدينة تمسنة اليوم هذه المدينة تحتوي تقريباً على 860 مرفق عمومي هذه المرافق العمومية التي تستجب لحاجية السكينة الموجودة في مدينة تمسنة التي تتراوح تقريباً 1.65 ألف نسمة في مدينة تمسنة وهذه المرافق تجلب جميع القطاعات الأساسية والحيوية من تعليم وصحة وترفيه والمراكز الأساسية الموجودة في هذه المدينة اليوم هذه المدينة تتعزز بواحد المرفق جد جد مهم اللي هو المركز المدينة للميهن والكفاءات اللي تم تتشينها من طرف صاحب جدادة الملك محمد السديس النصر والله أخيراً اليوم هذه المدينة تتعرف في واحد حركية جد جد مهمة وهذه الحركية داخلها في الحركية العامة التي تعرفها لعملات صغيرة تماراً تحت إشراف السلطات المحلية السيد الولي وجميع الشركاء المؤسستيين بهذا إضافة لما قلنا أن هذه المدينة تتبييز بواحد شيء مهم هو أن هناك بنية تحتياج جد مهمة لكتربط هذه المدينة بالموحيط الخارجي دي لها من طرقات من طريق السيار دي لدار بيضاء تنجا فاس وفي نفس الوقت هنا مربوطة كتربط المدينة تمارا ومدينة تربط إذا اليوم الجميع المعايير دي النجاح هذه المدينة متوفرة وكما كتعرفه وكما زرته للموحية المدينة إذا هذه المدينة استطعت تعطي واحد دفعاء اقتصادية فيما يخص المحاول الأساسية والجانب دي لها المدينة هذه المدينة كتوفر على واحد فضاء النشاط الاقتصادي فيما يخص تقريبا واحد سبعتاش الهكتار اللي كتكون 38 واحدة اللي تقريبا كتعرف واحد النشاط جد جد مهم وذلك بإشراف جميع المسؤولين المؤسساتيين اللي كيواكبوا معنا هذا المشروع وفي نفس الوقت هناك 200 هكتار لمجاور مع مدينة تمسنا لمخصص هذا النشاط الاقتصادي إذن جميع المحاول الأساسية هناك السكن هو كالنشاط الاقتصادي إذن هذه المدينة كتوفر على جميع المعايير إن شاء الله للنجاح والتمييز وان ديفلوبمون مهم إن شاء الله بحول الله موسيقى